مرحبا أصدقائي من جميع المناطق والدول سنقرأ لمولود برج الحوت لشهر 12 ديسمبر 2022 في الأمور العاطفية والدراسية والصحية قبل أن نبدأ يا أصدقائي أتمنى الاشتراك في القناة وهم حاجة تفعيل زر الجرس عشان نكون على المباشر مع بعض بإذن الله تعالى وأتمنى أنك تدوس على اللايك الآن بلاش تنسى من اللايك يا صديقي قبل أن نبدأ يا أصدقائي أنا بعمل مسابقة 30 قراءة خاصة ومجانية بتم اختيارهم بطريقة عشوائية من التعليقات اللي تحت أسفل الفيديو وإن شاء الله أني رح أقدر أخذ أكثر من 30 قراءة خاصة كل آخر شهر بس قد ما أخذ ما رح أقدر أرضي الجميع فاللي ما بحال في الحظ إن شاء الله بالفترات القادمة رح يحالفك الحظ بإذن الله تعالى طبعا للتواصل على طريقة الواتس أب بتلاقي رقم الواتس أب تحت أسوال الفيديو بصندوق الوصف ومراتا بكتبه في التعليقات طبعا الأشخاص اللي بتربح معي قراءات خاصة القراءة كشف كامل روحاني عاطفيا ومهنيا والتوقعات القادمة بإذن الله تعالى وإذا في موضوع معين بحاجة إلى نقاش بشكل مباشر نتناقش فيه إن شاء الله بنلاقي له حل وليد برج الحوت من أكثر الأبراج إبداعا وخصوصا في الأمور العاطفية وحسن معاملتهم مع الآخرين ودائما بحب أنه يضحي لأجل الحبيب حتى لو كان هذا الموضوع على حساب أموره الشخصية مثل يعني إذا كان معه مال مستعد المال كلياته يعطيه للشخص هذا اللي بعز على قلبه ويقطع حاله عقد ما هو مضحي بمعنى الكلمة وأيضا من الأمور الرائعة جدا عند مولود برج الحوت إذا كان أي شخص بحاجة إلى نصيحة بأي موضوع معلق أو مش عارف يأخذ فيه قرار بشكل جدري يسأل بس مولود برج الحوت بإذن الله تعالى رح يعطيك الإجابة الصحيحة والنصيحة اللي بتدفع بمصالحك إلى الأمام بإذن الله تعالى نرى أيضا شو مخبالك بشهر 12 ديسمبر 2022 ستقوم بإنجاز رائع جدا واستلفت الانتباه إليك من أفراد العائلة ومن الأصدقاء المقربين من حولك وخصوصا بمنتصف شهر 12 ديسمبر 2022 هذا الانجاز رح يخلي أشخاص جدد أيضا يحاولوا التقرب منك وإنهم يتعرفوا عليك عن قرب وستطلق الكثير من الدعوات إلى مناسبات سعيدة مثل عزومات الغداء وحفل الزفاف هناك حفل زفاف لأحد الأشخاص أيضا من الأصدقاء اللي من حولك استكون بهذا الحفل مثل النجم والوردة اللي مفتحة ما شاء الله عليك دائما عندك إطلالة رائعة جدا تلفت الانتباه إليك لا شعوريا وخصوصا البريق اللي بعيونك اللي هو نوع من أنواع الجذب هسلاحظ يا صديقي يا برج الحوت لما تكون ماشي في الطرقات أو في الأماكن العامة تلاحظ أنه في أشخاص تطلع عليك كثيرا ودائما بتحدق نظرها عليك زي كنها بتعرفك منذ وقت علما أنت بتطلع على هذول الأشخاص بتحكي أول مرة بشوفهم هذول الأشخاص بكونوا يطلعوا عليك نظرة الإعجاب وهناك الكثير من كمعاكسات اللي هي من الجنس الآخر طبع القراءة للجنسين يا أصدقائي كمعاكسات لي وأنت في الطرقات كأشخاص يحاولوا أنهم يعني يأخذوا رقمك وأشياء من هذا القبيل وستكون نشيد جدا على مواقع التواصل مثل الفيسبوك والواتس أب وستكون منشوراتك رائعة جدا كمان رح تحظى في إعجاب أشخاص من دول أخرى رح يحاولوا كمان أنهم يتعرفوا عليك ويكونوا معك صداقات رائعة جدا بتخدمك في الأمور في مجال السفر وخصوصا أنه بشهر 12 الحظ يبتسم لك بمجال السفر حاول أنك تستغل الفرص المتاحة أمامك وتدفع بمصالحك إلى الأمام من الأصدقاء هذول الجدد اللي بيحاولوا تقرب منك أنك تستعين فيهم أنهم يبحثوا لك عن فرصة عمل في الدول اللي مقيمين فيها وخصوصا أنك تشعر بالدولة اللي أنت قائم فيها ما رح تقدر تحقق الأهداف والطموحات الذي تسبو إليها وألف ألف مبروك للي بحالفهم الحظ لهذا المجال السفر لنكمل يا أصدقائي هناك بعض الخلافات والنقاشات الحادة بينك وبين الشريك في أمور مالية بسبب كثرة النفقات والمصاريف المطلوبة منك بالفترات الأخيرة وخصوصا أنه الشريك بحط الحق عليك وهذا الموضوع يشعرك في بعض الظلم أنه الحق مش عليك يعني ما بتحمل مسئولية كاملة حاول أنك تأخذ الأمور بدء أعصاب وتتحدث مع الشريك بشكل بسيط جدا وتستخدم قدرتك الرائعة جدا اللي هي الذكاء وأقناع أي شخص باللي بدك إياه وتستخدم أيضا سحرك في الكلام وجذب القلوب ومن ناحية أخرى تشعر في بعض الغيرة من الشريك بسبب تغيراته الأخيرة ومشاعره اتجاهك تشعر أنه يعني مش مثل الفترات الماضية معاك وخصوصا في أمور الحب والرومانسية هذا الموضوع لا تخلي يأخذ أبعاد كثيرة ببالك ويفوت الشكك إلى صدرك وخصوصا أنك من الأشخاص الحساسين جدا وعنده غيرة لا إرادية على الشريك أو الحبيب هذا بسبب ضغوطات الحياة وليس أكثر يعني أعطيه بس وقت معين ورح تلاحظ يا صديقي يا برج الحوت أنه تلقائيا رجع الحبيب زي ما كان الشريك زي ما كان مثل السابق وأفضل وتعود الأمور إلى مجاريها مثل ما كانت في الفترات الماضية وأفضل بإذن الله تعالى والفرصة متاحة أيضا للأشخاص اللي ينتظروا مولود جديد بشهر 12 ديسمبر بإذن الله تعالى الحظ بدعمكو وخصوصا بالأسبوع الأول يا أصدقائي يا موليد برج الحوت هناك بعض الأشخاص من طرف الشريك يحاولوا تخريب العلاقة وزرع الفتنة بينك وبين الحبيب وخصوصا أنهم رح يكون في عندهم معلومات أن الأمور متوترة بينك وبينه هذا الموضوع رح يخلي هذول الأشخاص أنهم يحاولوا يحكوا معك بأسلوب النصيحة كيف يعني أنه زي اللي بنصحوا فيك بس بيشوهوا سمعة الشريك أمامك ونفس الإشي بروحوا عند الشريك بيحكوا معه بنفس المبدأ زي كنهم بنصحوا بس هم بيشوهوا بسمعتك أمامه حاول قدر المستطاع السيطرة على هذا الموضوع وإيقاف هذول لأشخاص عند حدهم وما تخلي أي شخص يتدخل بأمورك العائلية بينك وبين الشريك أفراد العائلة اللي عندهم كمان أطفال أو أولاد لنكمل يا أصدقائي أما الأشخاص اللي عندهم الشريك حياة مستقبلي الشريك حياة مستقبلي يا أصدقائي بكون فيه شخص متفق انتويا بإذن الله تعالى في الزواج في القريب العاجل وليس الآجل تزدهر مخيلتك ويخفق قلبك وتشعر في بعض الارتياح العاطفي واستحتفل مع الحبيب في إنجاز رائع جدا أو خبر صار سيأتي إليك تنتظره أحر من الجمر هناك بعض الأفكار الرائعة جدا كأعمال مشتركة بينك وبين الحبيب حاول قدر المستطاع إنك تنفذ هذه الأمور على أرض الواقع وما تخليها بس بخيلتك أو مشروع على الورق حاول تنفيذها على أرض الواقع ورح تعود إليك بالنفع وبالدخل المادي الجيد إلك وللحبيب وخصوصا إنه الرابط رح تكون بينك وبينه ممتازي جدا مليئة في الحب والتفاهم المتبادل ورح تكثره من الكلام المستقبلي مثل متى موعد الزواج أو وين حابين تسكنوا وأشياء من هذا القبيل أما في الأمور الدراسية أشخاص اللي عندهم مطالعة أو امتحانات داخلية أو خارجية هناك بعض التغيرات وخصوصا إنك تشعر في صعوبة وخصوصا ببداية شهر 12 بحفظ بعض المعلومات هذا نتيجة تأخرك بالفترات الماضية بمجال الدراسة وكنت يعني ثقتك بنفسك زائدة إنك قادر إنك تلحق كل إشي بيوم واحد وهذا الإشي غلط يا صديقي يا برج الحوت الوضع الوضع الطبيعي للبني آدم ثلاث أيام كفيلات إنك تنسى المعلومات اللي حفظتهم كالتالي بيصير إشي بيصير اسمه مراجعة لازم يتراجع المعلومات كل يوم أو بالأدنى كل يوم بعد يوم أما لا تترك الموضوع أسبوع كامل أو أسبوعين لأنك رح تنصدم في قدراتك إنها مش مثل السابق وترجع تبدأ من أول وجديد أما في الأمور الصحية هناك تراجع وتشعر في بعض اليأس وأحيانا الملل وتشعر إنك يعني مش قادر تقوم بأي عمل يذكر هذا نتيجة تحركاتك الكثيرة بالفترات الماضية وأيضا الجهد البدني المضاعف اللي بدلته يا صديقي أبرج الحود حاول إنك تقوم بالمهمات المطلوبة منك المهمة وليس كل إشي من حولك كافي على المهمات المطلوبة يعني في الواحد عندنا كل يوم له برنامج يومي مطلوب منه لازم يقوم به وفي أمور أخرى كأعمال إضافية بنقوم بها أحيانا أنت بالفترة القادمة حاول أنك تركز بس على الأعمال المطلوبة منك وقوم بها وإذا بتقدر أنك تأخذ قصد من الراحة الكافي لكي تستعيد نشاطك وعافيتك من أول وجديد لا تتردد كمان بهذا الموضوع بإذن الله تعالى القادم رح يكون أفضل وأفضل مع محمد الزين أتمنى لكم حط سعيد من كل قلبي ولا تنسونا بالاشتراك في القناة وهم حاجة تفعيل زر الجرس ولا تنسوني من اللايك